نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله افتتح معالي شيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الصحي الكائن بمنطقة الحنينية فالرفع وبهذه المناسبة رفع معالي شيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أسماء آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفضل سموه برعاية افتتاح مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الصحي الأمر الذي يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم كبير واهتمام لا محدود نابعين من الإيمان الراسخ بأن صحة الإنسان تأتي أولا وقال معاليه أنه لمن حسن الطالع أن يتزامن افتتاح هذا المركز مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ليأتي كشاهد على المجزات الحضارية والتنموية الموجهة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية تجسيدا لأهداف الخطة الوطنية للصحة ونوها معالي بسياسة التوسع في إنشاء المراكز الصحية وتجهيزها وفق أعلى المواصفات العالمية باعتبارها حجر الأساس لتقطية صحية شاملة تنفيذا لما التزمت به الحكومة في برنامجها الحالي وترجمة للأهداف الاستراتيجية الأولية لتطوير الصحة الوقائية والعلاجية ولفت معالي إلى أن إنشاء هذا المركز الصحي وافتتاحه اليوم ويأتي كأحد ثمار مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاصة عبر تنفيذ مختلف المشاريع التنموية ذات النفع العامة وثمنا في هذا الصدد الدعم السخي المقدم من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو في تمويل إنشاء وتأثيث وتجهيز هذا المشروع الحيوي كما أعرب معالي عن شكره وتقديره للمجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة ووزارة الصحة ومراكز رعاية الصحية الأولية على جهود منتسبيها في متابعة إنشاء وتنفيذ هذا المشروع وغيرها من مشاريع البنية الأساسية للقطاع الصحي في مملكة البحرين هذا وألقى معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة كلمة أعرب فيها عن بالغ التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله على رعايته الكريمة لافتتاح مركز الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة الصحي وقال معاليه نشعر بعظيم الفخر والاعتزاز أن يتزامن افتتاح هذا المركز مع احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية كما تغمرنا السعادة بأن يحمل هذا المركز اسما غاليا وهو اسم والد الجميع المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رحمه الله وأوضح معاليه أن مبادرة تسيير الذاتي للرعاية الصحية الأولية تعد من أهم مبادرات برنامج الضمان الصحي وتعتبر الرعاية الصحية الأولية الركن الأساسي للخدمات الصحية في مملكة البحرين وفي هذا الصدد تقدم معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بالشكر الجزيل إلى وزارة الصحة ومجلس أمنا مراكز الرعاية الصحية الأولية وكافة منتسبيها على تعاونهم وجهودهم الدأوبة لافتتاح هذا المشروع بشكل متكامل على مساحة أرضية إجمالية بلغت ما يزيد على 21.500 متر مربع وبمساحة إجغال بناء قدرت بـ 8854 متر مربع نهض بمواصفاته العالمية المختصة بالصروح الطبية مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الصحي باعتباره واحدا من بين أهم مراكز الرعاية الصحية الأولية في البحرين وهذا المركز حقه حديث في كل الإمكانيات وكل التسهيلات لعلاج المرضى في قسم الطباء العائلة وفي قسم الحالات المستعجلة اللي يختم 25 ساعة 7 يام في الأسبوع بالإضافة لقسم الأسنان أقسم النساء والعائلة والأطفال مركز يعد من بين المشاريع الاستراتيجية الخدمية التي تتبناها وزارة الصحة والذي تم الأخذ بعين الاعتبار في تصاميمه أفضل الممارسات للمباني الخضراء التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا في جميع مشاريع المباني الرسمية في المملكة ناهيك عن تضمنه لمختلف الأقسام والإدارات وحتى المرافق العامة التي وجدت خصيصا لخدمة المراجعين من المرضى كافة يضاهي أي مركز صحي في أي مكان في العالم بدون شك وأيضا يعني العملية ما بتكون عملية انتقال إلى مركز انتقال كيفي إنما يكون انتقال إن شاء الله نوعي وليس كمي بمعنى إن فيه سياسات جديدة ستطبق إن شاء الله في المركز الجديد عداد الأطباء يكون مختلفة النظام التسيير الذاتي يكون مطبق عليه ومختيار الطبيب المناسب لهم كل فرد في المجتمع من حقه يختار الطبيب اللي ممكن يتعالج عنده توصيل الخدمات إلى أبعد مدى ممكن في المنطقة اللي محيطة بالمركز ميزة أخرى يتفرد بها مركز الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة الصحي عن باقي المراكز الأخرى تتمثل بجزئية هامة ألا وهي تعاد مراكز الرعاية الصحية الأولية هي نقطة الاتصال الأولى بين الفرد والنظام الصحي ومن هنا جاء الاستثمار الصحي في النظام الصحي في هذا المجال بحيث يؤمن التغطية الصحية الشاملة ويأتي فتح هاي المركز كبداية لبرنامج التسيير الذاتي وهو أول مركز الصحي يفتح بعد تطبيق برنامج التسيير الذاتي وتعيين مجلس أمناء لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتواقم عليا في هذا المجال تطبيقا للنظام الصحي كأحدى الأسس في تقديم خدمات تلبي احتياجات السكان وإلى جانب ما تم ذكره فإن مرافق المركز قد اجتملت على كل التسهيلات اللازمة لتيسير حركة المرضى والقادمين إليه من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عبر تخصيص مواقف للسيارات ومنحدرات بالقرب من جميع المداخل بالإضافة إلى توفير مصعد قريب من المداخل لضمان سهولة حركة وانتقال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التوابق حفاظا على سلامتهم صرح طبي عظيم باسمه رفيع بتصميمه العصرية وزاخر بما يحتويه من أقسام وخدمات طبية وتقنيات حديثة خصوصا وأن مركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الصحي كأحد مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة قد ارتكز بإنشائه على مراعاة مجمل المعايير العالمية كمركز مختص يحابب أرقى الآليات والطرق المتبعة في الوقاية والتشخيص والعلاج لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر